بكتيريا ضارة وراء نفوق الأسماك وما في الأسواق صالح ومراقب هذه كانت الخلاصة والقول الفصل من قبل هيئة البيئة ووزارة الصحة بعد دراسة أسباب الظاهرة وإجهاد وتأثر كبير من تعديات مياه الصرف وزارة الأشغال وزارة الصحة لها العامة للصناع أي جهات أخرى عامة وخاصة يجب عليهم وحسب منطوق القانون المادة 38 وضحت بشكل كامل في قانون حماية البيئة كل من نفذ هذه الشبكات وقائم على صيانتها يجب عليه أن يضمن سلامة البيئة البحرية من خلال لقابة على هذه الشبكات وزارة الصحة بدورها أكدت سلامة الأسماك المباعة في الأسواق وفق فحص دوري ومتابعة على مدار العام 16 عينة من بسطات الاستهلاكية الموجودة لبيع السمك وتبين من خلال الفحصات الكيميائية والبيولوجية سلامة هذه الأسماك للاستهلاك الآدمي شراء الأسماك من الأسواق المعتمدة هو أمر لا غبار عليه لأنه تم فحصها لكن ما في أي رقابة على الباع المتجولين أو الصيادين المنفردين هذا أمر لا باللجنة ولا بغير اللجنة نقدر نحن نتحكم فيه النفوق سيتكرر وربما يطال أنواع أخرى من الأسماك أو الأحياء البحرية في حال استمرت تهاون واستمرت المخالفات دون ردع ومحاسبة زهراء الكاظمي لتلفزيون المجلس ترجمة نانسي قنقر